زي ما عودنا حضراتكم كل يوم حد بتبقى الحلقة مخصصة عن الإدمان عن المشكلة والحل والإدمان ليس فقط مشكلة إنما هو أنا بعتقد أنه قضية وقضية تتمس أمن وطن بأكمله دي الحلقة الخامسة في الملف اللي فتحناه وكان أول حلقة مع دكتور عمرو أصمان مدير صندوق مكافحة الإدمان في مجلس الوزراء وثاني حلقة لابنا شابين متعافين يعني كانوا مدمنين واحد كان بقاله ست سنين مدمن إن واحد كان بقاله فترة زمنية أقل والمتعافي ده بيقعد لفترة يعني يعني بيقعد فترة بيبقى خطر جدا عشان كده دايما بيبقى الاتصال ودايما على الاتصال بالإخصائيين النفسين المتخصصين وكان في الحلقة وقعدين في الحلقة البعادية لابنا دكتور متخصص في الترمدول والحلقة اللي فاتت كان استضافنا السيد اللواء زكريا الغامري مدير مكافحة الترارة في مخضرات في وزارة الداخلية الحقيقة اللواء زكريا الغامري يعني أشار إلى نقاطهم كثيرة مهمة البحث المكافحة أو الدور اللي بتقوم بداخلية أو الهيزة مكافحة المخضرات دور هائل لدن إن في الأول وفي الآخر لا تولى الدولة استطاعت أن تمنع أو إنها تقدر تقفل حدودها فوالي المخضرات اتداء من أمريكا ونهاية بأضغر دولة في العالم النهاردة يعني اثنين من المتعافيين النهاردة اللي بينهم مهمين لدن على فكرة المتعافي الذي كان في الإدمان وربنا أقرمه وأنا بقول إن ده أقرم من ربنا وعفه من ربنا وإنه يدر يعود تاني إلى الحياة لما يعني الضيف الأولاني الأستاذ معتز يعني 12 عام إدمان واستطاع أن ينبه من هذا الموضوع وده بيدينا أمل وبيدي لكل واحد بقاله فترة وفاكر إن الموضوع فلت منه أو إن الموضوع انتهى لا بيدينا أمل حنزق في تجربة بتاعته زي بالإرادة تستطيع أن تعود الإنسان هو هو الذي يملك كل القرارات الفئدي عندك إرادة هتقدر ترجع عندك ثقف يعني في يقين أن ربنا سبحانه وتعالى يمكن إنه يمن عليك بالشفاء من هذا المرض العين الإدمات لأنه المرض بيمسك في أي حد إذا ما تعالجت شي بيخلص عليه بيخلص عليه أن يموت بيخلص عليه أن يخش السجن يعني في كل الأحوال كارثة والكارثة المصيبة مش بتقع على من أصابه المرض لوحده إنما ده كارثة بتضرب أسرة بأكملها وربما عائلة فالضيف الثاني الأستاذ عام حميد أدمر خمس سنوات وقرر توقف وعاد ونجح وجود دول وتجربة دول وحكايات دول ونصايح أي واحد متعافي مهمة جدا جدا خلي بال حضراتكم بنتكلم على قضية إحنا عندنا عشرة في المية من الشعب المصري ده الإحصائيات مع المخدرات عيش مع المخدرات عشرة في المية بنتكلم على ملايين البشر بنتكلم عن الترامدول وصل لسن تسع سنين وتمان سنين أطفال صغيرين بياخدوا ترامدول بنتكلم عن كارثة حقيقية ترامدول عمزة كنبلة الزرية وألعم كنبلة الزرية يعني حاجة بتتفرر بوط مصيبة سودة بتاكل في بلدنا بتاكل في أطفالنا وشبابنا بتاكل في مستقبل وطن بحاله لأنك انت الحجم الكارثة تعرفه بعد شوية لما تكتشف انك انت بدل ما بتاخد أجيال طلع عشان تبني وعشان تتعمر وعشان تخضر تكتشف ان أجيال طلع مضروبة المخدرات كلتها وان ده محتاج كل يوم كل يوم محتاج مخدر عشان يقدر يقدر بس يقدر يصله طوله طب مخدر بقى دي وكال يعني واحد استنفذ ده خلاص محتاجش يصله للإنتاج لا حينتل ولا حيعمر ولا حيخبر ولا حيعمل لأ حاجة وده ما أصبح النهاردة هو يعني هو عنوان للهلاك فتخيلوا حضراتكم دي مشكلة الإدمان ان خطر ماشي وإحنا مش شايفين وإحنا عندنا قدرة ان احنا ما نشوفش حالة شايفينها ادام عينينا وشايفينها يعني زي لما تيلي كده ما يحدث في المنطقة حوالينا وان ده الحلحة نقل ده بعد دقايق ما يحدث في ليبيا احنا زي مش واخدين بالنا اللي بيحصل في ليبيا يا رب ينقذ ليبيا وينقذ أهالينا هناك أهالينا المصريين وأهالينا الليبيين اللي هناك لأن ليبيا وقت يكفي ان البرلمان في ليبيا أصدر بيان اعتبار طرابلس مدينة منكوبة جمعات الارهابية اللي موجودة هناك تحت مسامات كتيرا جدا والإخوان المسلمين هناك بيفرتكوا البلد بيفرتكوا البلد مش يعني مستمرين في فرتكة البلد بدأها الاتحاد الأوروبي قتلوا خمسين ألف واحد من الليبيين فعملوا دم هائل ردة بين القبائل والقابلية وكده سلاح رهيب لواحد عشر مليون قطعة سلاح موجودة هناك وبقى خلاص وحدث ولا حرج على اللي بيحصل في ليبيا فاللي بيحصل في ليبيا ايه اللي هو فكرة اللي بيحصل في اللي حصل في العراء فكرة اللي حصل قبل يوم في الصومال بس احنا ما بنشوفش اللي هو متشاف فما بالكو حنشوف اللي مش متشاف ازاي يعني المخدرات نصها نص شغلها سرية عشان تبتلعرفوا مواد ممنوعة بتاع فاللزق مستخبي تحت السطح فاحنا وعملين مش تاخدين بالنا مش شايفينه وفيه لزق احنا مش شايفينه بحقي وحقيق انما اللي موجود قدامنا قدام عينينا وشايفينه الصومال ده اللي راحت بقالها اكتر من خمساشر سنة العراق اللي بقاله عشر سنين ونخلي بالحضراتكم الصومال والعراق تدخل الامريكيان هناك عشان ايه عشان الدموقراطية وعشان الشرعية وعشان حقوق الانسان خلي بالكم التلتة عناوين دول لانهما التلتة عناوين دول هتلاقي عمر حمزاو عمر حمزاو ما بكتبش ليهم عمر حمزاو مع توكيل رسمي من يعني في النقاش رائل المحب الهوى الامريكاني وعنده توكيل رسمي للحديث في هذه الكلام تحت تلت العناوين دي بترتكب ابشع العراق ضاع العراق وضاع الصومال وضاعت ليبيا وضاع اليمن وضاعت سوريا تحت الحاجات دي حول الانسان والشرعية الشرعية مهم ايه عود اتكلم في الشرعية في الشرعية اتعملت قتل في بلد وده انا بحكي الحكاية دي ناخد بالنا فاحنا مصيبة اللي شايفين اللي قدامنا اللي قدامنا وقدام عينينا مش عايزين نشوفه فما بالنا احنا عندنا كارسة ما الادمان دي عندنا احنا مش عند حد تاني وشيئنا املم نشأ لابد ان نتقيقظ ولابد ان نعرف الحقيقة ولابد ان ننهم نميعا لمولدة هذا الخطر نهاردة ان شاء الله الحلقة السادسة في هذا الموضوع الخطير لدى الادمان المشكلة والحل عايز ابتدي النهاردة باتكلم على موضوع ليبيا وفي موضوع ليبيا يعني انا عندي تأرير وعند صور كثيرة بس انا عايز احكي على موضوع ليبيا لان ليبيا هو مسال حي قدامنا ليبيا مسال حي لانه مؤامرة حصلت على هذا البلد لان ينتهي لما انتهى اليه وليبيا مسال حي على نظرية اللي هو التأسيم كل دولة الى دولات مسال حي على هذا الموضوع وبرضه احنا مش عايزين نصدق ولم تير يتكلم النخبة واللي اياهم بقى والموضوع هو يقول لك ده 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 فزاعة وبيخوفون لا حد بيخوف حد ولا حد بس احنا عايزين نبص على ليبيا ونشوف لسببين لان ليبيا هي التدربة التي كان يجب ان احنا نصبقهم فيها كان يجب ان يحدث هذا عندنا قبلهم دي الرزق الاول الرزق التاني ان اي حالة اي حالة تحيد بليبيا تسيء لليبيا او تفيد ليبيا بتأثر علينا خيرا او مشرا حتأثر علينا لان ده دول الدوار امن امن الامن القوم المصري يبدأ من الحدود البعيدة لدول الدوار وده منش المصر بس لأي دولة يعني انت لما تبقى الحدود البعيدة بتاعت ليبيا بقى مع ليبيا مع نزائر وليبيا مع شاد وليبيا مع كل ده بيأثر علينا احنا ما بنى الحدود بتاعتنا ده ليبيا على حدود نحنا واحنا شفنا لما يبقى فيه فوضى هناك وهناك مزدقان من غير بوابة اي حد بيعمل وكلام شوفوا المؤشاكل اللي عملنا لنا عندنا احنا لان ما فيش فلترة هناك ما فيش حد بيوقف حد هناك ما فيش حد بيش ما فيش دولة في ليبيا الحقيقة الذي يحدث في ليبيا النهاردة اللي هو اقتلاح لتخصيمها لتلت دول على الاقل وتقريبا المنطقة الغربية للجزء المنطقة الغربية دلوقتي البترول بيتاخده بتهرب وبيمشي زي ما بيحدث بالزبط في كاركوك دلوقتي في العراق والجزء اللي سيطرت عليه الاكراد الكردستان نفس الحكاية بيتم طب احنا مش ياخدين بالنا الجزء الثاني بقى ناخد بالنا منه نفس الافكار طب الشباب اللي بي المغيب يعني انت عندك دمعات هناك الدمعات الارهابية اللي داخلت هناك اللي متأجرة بفلوس وكل واحدة بتتكلم عليها انها اسلام وتابع الاسلام هي كلها بيغطيها الغطاء اللي هو المسمى الاسلامي طبعا الاسلام ملوش علاقة بيها وارضوا ان محدش يعني حيحاول يربط اسمها باسم النمى دي رمعات الارهابية بتختلف المسميات النامية متفقة على الارهاب وعلى القتل وعلى العمالة هم بيعملوا ده لانهم مرتزقة هم بياخد فلوس عشان يقتل ويكسر ويعمل ده ورافعين شعار اللي هو المسمى ان عايزين دولة اسلامية ودولة كلام كل ما بيصيب يخربوا لما تيري تشوف صور وريني وروني يا جماعة بقى كده يعني الصور دي تقال السيد ابو العلاد يبهالنا حاجات كتيرة بس احنا كل يوم حنوري لحضراتكم ما يحدث في ليبيا لان ما يحدث في ليبيا هو اللي كان مفروض يحصل عندنا ونحن ماذلنا في هذا الخطر لان الامريكان عايزين مصممين انهم يعملوا مشروع بتاحهم هنا الصورة دية الابار البترول بتاعتهم ده كله ده ده في ليبيا الحادات دي من حشري دي ده بس يعني فترة على زمنية انا ما ان شاء الله من بكر حنوري حضراتكم حادات يوم بيوم ادي النهار ده الاماكن تخزين ودي التولياء ودي التدمير ده كله بتحت ايه بقى مسمى الديمقراطية والشرعية وحقوق الانسان فين حقوق الانسان هنا وفين الشرعية هنا والديمقراطية هنا عشان كده دايما بنقول لشبابنا وبنقول لهم عندنا قطايا كثيرة لده لما تريد انك انت عايز تفتاعي الازمة عشان مشكلة زي قانون تظهر ربما يكون القانون كله معيب ربما يكون كله معيب ماشي ربما يكون كله عايز تغير ماشي بس هو ده الوقت هو ده الوقت ده الوقت ده اننا اعمل فيه ده وانا عندي ارهاب في سينة وانا عندي ارهاب في داخل مصر انا من الجماعات دي تحت الاخوان المسلمين وعندي على الحدود بيحصل ده وعندي وعندي ده انت مش شايفين اللي بيحصل في ليبيا ده الصورة دي تاعتين ده مع التانية ديت ده هنشوها هنروح بقى لما نروح لليبيا تاني في المطار هنا مطار ترابلوس حاجة مفجعة لما حشوف الطيارات الاصول بتاع ليبيا كله الطيارات اللي موجودة عنده وبيتتولع ويعا الارض ويعا الارض ويعا الارض كل ده الدرب وكل ده تبتم تدر تسمي اي صورة في ذلك يعني اي صورة في ذلك ليبيا صارت على القذافي عشان حكم طويل ليدا حكم دكتوري طويل جدا وقمعي ليدا وكلام ده كله بس هل اليبيين صاروا على القذافي عشان يحصل فيهم ده يعني بالعقل كده يعني احنا اسقطنا نظام القذافي عشان نبني نظام في حرية بحاقه حقيقه وعشان نير للديمقراطية اللي بنتكلم عليه دي بحاقه حقيقه وعشان نبقى فيه ليبيا بحاقه حقيقه انما مش اسقطنا القذافي عشان ليبيا تتأسم لثلاثة اربع دول إنما ده طبعا ده المخطط وهو ده المخطط اللي معمول في الليبيا وهو اللي معمول في العراق وهو اللي معمول في سوريا هو هو وهو ده اللي عايزين يعملوه في مصر بس بإذن ربنا بإذن سيدك إذن ربنا مصر محمية مصر عصية على كل هدي المؤامرات مش عشان إحنا عشان إحنا كويسين إحنا لا إحنا مش كويسين قوي مش عشان إحنا كويسين وضمارنا كويسة لا 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 ده عشان خطر لان ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى حامي هذا البلد لان ربنا اللي حاميها فعلا لان ربنا اخترها واكرمها لان تجلب صوته وتجلب بنور العظيم على ارضها عشان كده حاميها انما احنا اليوم ما نبقى كويسين حنقصر الدنيا احنا لسه عملين عملين بنتخاني مع بعض لان احنا استدرجنا للمراحل بتاعة الفوضى اللي هي الفوضى ان كده المجتمع يبقى كله فوضى وانهم دخلين في قضايا والبعض منها حريص على استدراج الدولة في قضايا وهمية وقضايا كل ده عشان نختلف مع بعض انهم مختلفين ونصل لضرعة الاقتتال وانهم اعداء بعض والنتيرة اللي بيحصل في ليبيا وارديني تاني صورة اللي في الشارع وصل الامر ان دخلوا مطار حربي وواحد سرق طيارة على العربية يعني احنا بنهزر ما بقتش في دولة للضرعة دي لما نوصل ضرعة العداء للاقتتال ونبقى كلنا اعداء بعض خلاص كل حاجة يبقى هو ده خلاص البلد فكت خلاص خليبانكم حضراتكم ما هو ده اللي عايزين يعملوا في مصر والله الغاية دلوقتي ما هو ده ما هو ده ده للرابع من الحروب بس هو طبعا استخدام الاسم ده الرابع ده الرابع خلى الناس مش واخدة بلع ايه الموضوع ده الرابع من الحروب ان عرضه ان خلاص انت بتحارب بطريقة تانية خالص ده الرابع من الحروب القذفات القنابل فيه الاعلام يعني القوى المدمرة الصواريخ بتاعته الاعلام وده وانت لو تشوفوا الحملة الاعلامية او التنظيم الاعلامي الموجه الى مصر فعمل عليك حرب نفسية وحرب اعلامية غاية في القصوى وغاية في القزارة ومن روى عندك توابير بقى توابير ربعة وخمسة وستة وعشرة ده احنا عندنا توابير وصلة خمسة ايه احنا تابور الخامس ده احنا عندنا تابور التسعين عندنا ناس برقع الحياة مش ويعمل عليها خلاص اللي بيبيع نفسه اللي باع نفسه لغير وطنه ده خلاص هيكسف من ايه و هيخدل من ايه هي دي الحكاية هيكسف من ايه ده واحد واحد باع باع بلد هيكسف من ايه فهي قدر يعمل فخلاص فباع علنا علنا بيعمل ده فالدنيا ملخبطة والدنيا فلما بيوصلك للحرب دي فكرة الاقتتال فكرة ان احنا نبقى اعداء بعض كلنا فكرة ان احنا نبقى كلنا اعداء لبعض وممكن كل القضايا اللي احنا مختلفين عليها ممكن نصل الى حلول فيها بالحوار بس لان فيه الوز تدرب على ان ينسي فكرة الحوار وتدرب على ان يدعي دايما عامل نظرية تانية والقراهية والفوضى فتوصل لمرحلة دي هم عايزين نوصل نبقى زي الله لا يقدر زي اللي بيحصل في ليبيا وربنا يحفظ ليبيا وربنا ننقذهم انا متابع متابع كمان فضائية اسمه الزنتان بتعمل بس تجريبي شيء محزن شيء محزن لما تسمع الاهلين هناك في ليبيا شيء محزن لما تعرف الاهلين الناس مواطنين العاديين في ترابلس مثلا اللي حصل لهم والبهدلة اللي حصلت لهم شيء محزن لما تشوف بلد بينهار بلد عمال بيتقطعوا بينهار بيقطعوا اوصاله والمخزي والغريب والمستغرب الشباب بقى الصغير اللي هو ثوري بقى طب انت اي ثورية انت وقف فيها حتى لما تقف موقف كده مالوش ماء عملوش شكل وعمل زلمية على طعم ولا لون ولا ريحة بلدك بتضيع يا شباب ليبيا انتو فين بلدك بتضيع يا شباب ليبيا انتو فين بلدك بتضيع انتو فين هتقول لي مرتزقة مرتزقة ايه ما تشوفوا في الدزائر عملت ايه لما حصل عندها نفس الحدوتة صورة مكادش بالعنف ده صحيح انما صلت هزا الورم اللي بيسمي نفسه اسلاميين وكلام ده طب حنطل تفاصل ونرجع اشتركوا في القناة